السلام عليكم ازايكم يا جماعة عاملين ايه? كنا اتكلمنا قبل كده عن ازاي نفعل ميزة السوبر شات وقلنا ان احنا بندخل على تحقيق الربح في ستوديو يوتيوب وبندخل على كلمة سوبر وبالله هنا كلمة سوبر شات والمرصقات العجيبة بنعلم عليهم بالازرق يبقى احنا كده فعلنا السوبر شات. في ناس كتير كتبتلي في التعليقات ان هما لما ضغطوا على كلمة سوبر كتب لهم هنا كلمة البد. ضغطوا على كلمة البد دخل معهم على النموذج ده تمام? بمنتهى البساطة اكتب هنا اسمك بالكامل واكتب هنا البريد الالكتروني بتاع القناة واكتب هنا كلمة لا ينطبق طالما انت مش تابع شركة او بارتنرشيب واعمل هنا علامة صح وهنا علامة صح واعمل ارسال للمراجعة ويبقى انت كده فعلت ميزة السوبر شات. طب انا ما ظهرت ليش ليه هنا? وفي ناس ما ظهرت لهاش? لان احنا عملنا الخطوة ديت لما جينا فعلنا ميزة الانتساب يعني اللي فعل الانتساب قبل كده وعمل الموافقة على الاحكام وارسال المزايا مش محتاج يعملها تاني.